اشتركوا في القناة وحدي اجالس قهوتي وعنادي يأبى ان افارقها والطريق الى المستحيل موصود بفعل فاعل فمتى تصبح سالكة اليه طرقاتي يقول احد الكتاب ملايين من الناس يستيقظون في الصباح على فنجان قهوة وكأن اشراقة الشمس لا تكفي في المكتب وحي زميلي بفنجان من القهوة لقاء اصدقائي يصبح اكثر متعة على فنجان قهوة بمذاقها الاصيل فقط بعد فنجان القهوة استطيع استيعاب نهاري في المكتب او المنزل هناك الكثير والكثير من الحقائق المزهلة التي ربما لا نعرفها عن القهوة اقدمها الى حضراتكم من خلال قناة كل جديد حول العالم في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احد الكتاب القهوة يجب ان يقدمها لك شخص اخر القهوة كالورد فالورد يقدمه لك سواك ولا احد يقدم وردا لنفسه ان اعدتها لنفسك فانت في عزلة حرة بلا عشاق او عزيز غريب في مكانك وان كان هذا اختيارا منك فانت تدفع سمن حريتك وان كان اضطرارا فانت في حاجة الى جرس الباب هناك الكثير من الفوائد الصحية التي تسببها القهوة لجسم الانسان ربما لا يعلمها الكثير منها اولا هي المصدر الاول للمواد المضادة للتأكسد لقد اهتم العلماء بالقهوة واجروا دراسات علمية حولها ليكتشفوا انها مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد اذ انها تحتوي على نسبة عالية مما نحتاجه من هذه المواد في نظامنا الغذائي اليومي فهذه المواد المضادة للتأكسد قد تساعد في حماية الخلايا من التأكسد والجسم من بعض الامراض كامراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة ثانيا القهوة المنزوع منها الكافيين تحتوي ايضا على المواد المضادة للتأكسد سواء كانت قهوتك بالكافيين او بدونه فستحصل على كل منافع المواد المضادة للتأكسد لاحتوائهم على نفس الكمية ثالثا تصحسح في العمل وتسهل التعلم والاستيعاب تظهر الدراسات ان الاشخاص الذين يشربون القهوة يظهرون راحة نفسية واهتمام اكبر تجاه عملهم ان الكافيين الموجود في القهوة يعيد مستوى التنبه ويحفزه كما يحسن الاداء والمزاج الذي نحتاجه لاكمال نهار ناجح في العمل اما بالنسبة لمن يتابعون الدراسات العليا فالقهوة تساعدهم في تحسين الانتباه واليقظة لتسهل عملية التعلم ايضا رابعا تحفز الجسم على الاداء الجسدي بشكل جيد فالقهوة ليست مفيدة للانجاز الزهني فقط فبعد اجراء المزيد من الابحاث اثبتت هذه الابحاث ان الكافيين له دورا كبيرا جدا في منح الطاقة وتحسين الاداء الجسدي فهي تساعد في منح الرياضيين قصة من النشاط في التمارين القصيرة او طويلة المدى وايضا في التمارين شديدة القوة وبعد ذلك يمكنها تخفيف الالم العضلي الذي يتبع التمارين والشعور بالتعب في اواخر لحظات التمارين خامسا القهوة السريعة التحضير لا تحتوي على سعرات حرارية كوب من القهوة السريعة التحضير تحتوي على اقل من سعرتين حراريتين ان ما تضيفه الى القهوة هو ما يزيد من سعراتها الحرارية لذلك حاول شرب فنجانك من القهوة مع كمية اقل من السكر والحليب القليل الدسم او الكريمة المبيضة القليلة الدسم سادسا القهوة قد تحمي بشرتك يعني ان القهوة صديقة لبشرتك المعرضة دائما للعوامل الخارجية التي تؤذيها كالاشعة تحت البنفسجية المضرة بالخلايا فشرب القهوة الغنية بالمواد المضادة للتأكسد قد يساعد البشرة على محاربة تأثيرات الشمس السلبية وقد تساهم في تجنب التجاعيد المبكرة سابعا القهوة قد تخفف من الام الرأس عندما تشعر ببداية صداع اذا عليك بفنجان من القهوة هذا ما اقترحته الابحاث العلمية اذا وجدوا ان القهوة قد تخفف من عوارض الام الرأس او حتى تزيله اذا شربت في ظهور اول عوارض الالم وبما ان المواد الموسعة للشرايين تتسبب بآلام الرأس فتأتي القهوة التي تحتوي على الكافيين الذي يسبب انقباض الشرايين فتعكس بذلك مفعول الالم الناتج عن توسع الشرايين في الدماغ سامنا تناول القهوة لا يؤثر على امتصاص الكالسيوم بيسر اعتقاد خاطئ ان شرب القهوة قد يؤدي الى خسارة الكالسيوم من الجسم لكن الدراسات الحديثة اثبتت انه ليس للقهوة تأثير سلبي على صحة العظام ومن اجل عظام قوية وصحية يجب ان يحتوي النظام الغذائي على الكمية المناسبة من الكالسيوم وعندما تحضر قهوتك من كوب كامل من الحليب خصوصا الغني بالكالسيوم فهذا يساعدك في الحصول على احتياجاتك اليومية من الكالسيوم الضروري لصحة عظامك تاسعا الكمية التي من الممكن ان نشربها في اليوم الواحد من 3 الى 4 فنجين من القهوة في اليوم الاعتدال دائما سيد الموقف فبالنسبة لمحبي القهوة ينصح بتناول القهوة بالاعتدال يعني 300 ميلي جرام من الكافيين في اليوم مما يعادل من 3 الى 4 فنجين القهوة يوميا عشرا واخيرا القهوة الصريعة التحضير هي 100% قهوة بتصنع القهوة من حبوب البن النقية والماء دون اي اضافات وجودة حبوب البن وكيفية اختيار وطريقة التحميص هي التي تطفي عليها الرائحة المميزة والنكهة السالسة والان بعد كل ما اكتشفه العلماء ودراساتهم عن القهوة ما رأي حضراتكم في فنجين منها فعلا ما اطيب فنجين القهوة مع صديق عزيز وحديث مشوق على كانبة مريحة انها دائما تجمعنا معا وتوفر لنا امتع الاوقات فلا عجب ان تكون القهوة رمز التجمعات والجلسات الحلوة بين الاهل والاصحاب في البيت والمكتب ويبقى سؤال يا ترى كان فنجين من القهوة احتاج العلماء ان يشربوه حتى توصلوا الى اكتشافاتهم عندما درسوا القهوة كل هذه المعلومات كانت عبارة عن حقائق وفوائد مزهلة للقهوة ربما لم نكن نعرفها اتمنى ان يكون الفيديو عفات حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة